الرئيس العليمي يناقش الوضع في اليمن دون إبداء أي موقف انتجاه مسودة خارطة الطريق التي أعلن عنها المبعوث الأممي وعمان وحكومة معين ترحبان بالبيان الأممي والسعودية والحوثي يلتزمان الصمت والانتقال الجنوبي يرفض الخارطة بتصريحات غير مباشرة وبالتزامن القوات البحرية الأمريكية ترصد تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر اشتركوا في القناة